تخيلوا أن هذه فراعكم وأنكم تحملون في يدكم ثقلاً وزنه 2 باوند مثلاً وتحاولون رفعه عندما تبدأون برفع الثقل البالغ وزنه 2 باوند ستشعرون ببعض المقاومة لنفترض أننا أخذنا هذا الثقل من يدكم ووضعنا بدلاً عنه ثقلاً آخر يزن 2.05 باوند دون أن تعرفوا أن وزن الثقل الجديد أكبر بقليل هذا هو الثقل الذي يزن 2.05 باوند هو بنفس الشكل تماماً لكنه أثقل بـ 0.05 باوند إن طلب منكم رفع هذا الثقل الجديد الذي يزن 2.05 باوند قد يلاحظ البعض القليل منكم اختلافاً في الثقل ولكن غالبية الناس لن يلاحظوا أي اختلاف فسيعتقدون أنه نفس الثقل الذي يزن 2 باوند إذن زيادة الثقل البالغة 0.05 باوند لا تشكل فرقاً بالنسبة لأغلب الناس الآن لنفترض أننا استبدلنا الثقل الذي يزن 2.05 باوند بثقل آخر يزن 2.2 باوند لنعتبر أنكم أغلقتم عينيكم وأثناء ذلك أخذت من يدكم الثقل الذي يزن 2 باوند واستبدلته بهذا الثقل الجديد الذي يزن 2.2 باوند وطلبت منكم رفع هذا الثقل الجديد سيلاحظ أغلب الناس هذه الزيادة الجديدة أو هذا الثقل الجديد إذن لا يلاحظ أغلب الناس الزيادة القليلة البالغة 0.05 باوند بينما يلاحظون الزيادة الأكبر التي تبلغ 0.2 باوند وهذا يعني أنه يوجد حد أدنى أو عتبة لملاحظة الزيادة أو التغيير في الوزن أو حتى للإحساس بأي شيء آخر والعتبة هنا هي الحد الأدنى الفاصل بين مرحلة عدم ملاحظة التغيير البسيط ومرحلة الإحساس به ويعرف هذا بأقل فرق يمكن ملاحظته ولنختصره بالرمز جي ان دي وقد افترضنا أنه في هذه الحالة يبلغ 0.2 باوند حسناً لنقل أننا بعد ذلك بدلاً من البدء بثقل وزنه 2 باوند بدأنا بثقل وزنه 5 باوند ثم استبدلنا وزن الخمسة باوند بوزن 5.2 باوند بما أن وزن الخمسة باوند أثقل بكثير من وزن الاثنان باوند ستستخدمون المزيد من الألياف العضلية لرفعه لذلك لن تشعروا بزيادة 0.2 باوند حين يكون الوزن الأصلي 5 باوند لكن إن استبدلنا ثقل الخمسة باوند بخمسة فاصلة خمسة باوند وقمتم برفعه ستلاحظون هذه الزيادة التي مقدارها نصف باوند على الرغم من أنكم لم تلاحظوا فرق 0.2 باوند إذن حين تستخدمون مزيدا من الألياف العضلية فإنكم تستخدمون مزيدا من العصبونات الحسية والخلايا الحسية ليست حساسة للزيادات البسيطة أي أنها لا تحس بزيادة مقدارها 0.2 باوند لذا تحتاجون إلى فرق أكبر لتدركوا عقليا حدوث هذا التغيير في الوزن بالطبع هذه الأرقام التي استعملناها افتراضية وإذا أجرينا تجربة فعلية قد تختلف الأرقام ولكن المبدأ يبقى نفسه من هذا المنطلق يمكننا التوصل إلى معادلة رياضية سأحدد المتغيرات قبل شرح المعادلة الحرف I يرمز لشدة المحفز وهو يساوي 2 باوند في هذه الحالة و5 باوند في الحالة الثانية ودلتا I هو أقل فرق يمكن ملاحظته وهو 5.5 باوند ناقص 5 باوند أي نصف باوند إذن في مثال الخمسة باوند I يساوي 5 ودلتا I يساوي 0.5 وفي مثال الاثنان باوند I يساوي 2 ودلتا I يساوي 0.2 لحظ العالم ويبر في العام 1834 أن نسبة العتبة القابلة للإحساس إلى الشدة الأصلية تبقى ثابتة فإن قسمنا 0.2 على 2 وإن قسمنا 0.5 على 5 نحصل على نتيجة متساوية تساوي 0.1 وتبقى هذه النسبة ثابتة لكافة الأوزان المختلفة إذن دلتا I على I يساوي K بحيث يكون K ثابتا لدى كل الأشخاص تعرف هذه المعادلة باسم كسر ويبر وهي تنطبق على محفزات اللمس الحسية مثل رفع الأثقال والمحفزات السمعية أيضا تخيلوا أنكم في غرفة هادئة مع شخص آخر تستطيعون الهمس أو التحدث بهدوء شديد وبمقدور ذلك الشخص سماعكم أما إن كنتم في حفل لموسيقى الروك يجب عليكم الصراخ بشدة يستطيع الشخص بجواركم سماعكم بسبب اختلاف الشدة الأصلية في الغرفة الهادئة عن حفل الروك فدلتا I تختلف إذا كنتم تهمسون أو تصرخون بصوت عال في قانون ويبر دلتا I يساوي الشدة الأصلية ضرب الثابت K وينص قانون ويبر على وجود علاقة خطية بين عتبة الإحساس والشدة الأساسية حيث مع ارتفاع الشدة الأساسية ترتفع عتبة الإحساس في التمثيل البياني الذي رسمته يمثل المحور X الشدة الأصلية والمحور Y أعتبت الإحساس إذا اعتمدنا مثال الحفل الموسيقي يكون دلتا I في هذه الحالة هو مدى ارتفاع صوتكم أثناء حديثكم حيث يكون أكبر مما إذا كنتم في غرفة هادئة هذا القانون عموما يصلح لكافة أنواع المحفزات تقريبا وهو ينطبق على مختلف الحواس ففي حال وجود شدة أصلية أكبر ستحتاجون إلى عتبة أعلى لتتمكنوا من الإحساس بالتغيير إذن أصبحتم الآن تعلمون أن دلتا I على I يساوي K هذا هو قانون ويبر العادي ولكن في بعض الحالات يضيف البعض قيمة ثابتة أخرى ليأخذوا في الحسبان المستوى الأساسي للنشاط الذي يجب تجاوزه في المواقف الحياتية وعليه يمكن تعديل هذه المعادلة لتمثل بشكل أدق ما يجري في العالم الحقيقي نصل بهذا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر